أهلا بكم تحتفل مصر بذكرى تحرير سيناء في الخمس والعشرين من إبريل من كل عام حيث تكلل العبور العظيم لقواتنا المسلحة في عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين وانتصارها على العدو الإسرائيلي بخروج قواته تماما ورفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلية وكان هذا هو المشهد الأخير في سلسلة طويلة من الصراع والذي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كبير للسياسة والعسكرية المصرية في الخامس والعشرين من إبريل من عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين وبعد اليوم السادس عشر من حرب أكتوبر من عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين بدأت المرحلة الثانية لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات حيث تم إصدار القرار رقم ثلاثمائة وثمانية وثلاثين والذي يقضي بوقف جميع الأعمال العسكرية بدءا من الثاني والعشرين من أكتوبر من عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين إلا أن خرق القوات الإسرائيلية للقرار أدى إلى إصدار مجلس الأمن قرارا آخر يوم الثالث والعشرين من أكتوبر يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار والذي التزمت به إسرائيل ووافقت عليه مع دخولها في مباحثة عسكرية للفصل بين القوات الأمر الذي أدى إلى توقف المعارك في الثامن والعشرين من أكتوبر من عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين موصول قوات الطوارئ الدولية إلى جبهة القتال على أرض سيناء وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام اقتناعا منهما بالضرورة المسى لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط والتي نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما وسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة وأيضا المدنيين من سيناء إلى موراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء أدت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبه جزيرة سيناء وعودت السيادة المصرية على كامل ترابها المصرية وقد تم تحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء في السادس والعشرين من مايو من عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وتم رفع العالم المصري على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط العريش رأس محمد وبدء تنفيذ اتفاقية السلام وفي السادس والعشرين من يوليو من عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين بدأت المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء من أبو زنيما حتى أبو خربة وفي التاسع عشر من نوفمبر من عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام وفي نفس العام تم الانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء وفي الخامس والعشرين من إبريل من عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين تم رفع العالم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام خمسة عشر عاما وإعلان هذا اليوم عيدا قوميا مصريا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير ممثلا في مشكلة طابة والتي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام سحابها من سيناء حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف سيناء عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري كانت مطمعا للغزاء ومحط أنظار للطامحين والطامعين عبر التاريخ حروب ومعارك كثيرة خاضها المصريون للحفاظ عليها ولم لا فهي البقعة الغالية من أرض الوطن والعزيزة على قلب كل مصرية